هذا وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الحادية والسبعين بثورة الثالث والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين والتي شكلت نقطة تحول في التاريخ المصري بعدما حمل ضباط أحرار من الجيش على عاتقهم مسؤولية انتشال الوطن من براثن الملكية والفقر والجهل وطرد الاحتلال المريطانية الثالث والعشرون من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين يوم تاريخي شكل نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصري الحديث بعدما حمل ضباط أحرار من الجيش على عاتقهم مسؤولية انتشال الوطن من براثن الملكية والفقر والجهل وطرد الاحتلال البريطانية شرارة التغيير انطلقت بعد حرب ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين عندما ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش وبعد عدة سنوات وتحديداً في الثالث والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين قام التنظيم بثورة بيضاء لم ترق خلالها نقطة دماء لاستعادة الوطن الضائع ونجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول للثورة بصوت الزعيم الراحل محمد أنور السادات ونجحت الثورة في إجبار الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في السادس والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من ثلاثة عشر ضابطاً برئاسة محمد نجيب كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في الثامن عشر من يونيو عام الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين الثورة المجيدة غيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييراً جذرياً فكانت لصالح الأغلبية العددية من المصريين حيث دعمتهم وخاصة الطبقة التي عانت من الظلم والحرمان والعدالة الاجتماعية كما نجحت الثورة في تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي وتم توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاماً من الاحتلال كما حققت الكثير من المشروعات الكبرى والإنجازات القومية مثل زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاحها فكانت مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وقادت ثورة يوليو مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هي الطريق نحو تحقيق النهضة فكانت المشروعات الصناعية العملاقة في مجال صناعة الحديد والصلب والكيمويات والدواء والإنتاج الحربي فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج ومن ضمن إنجازات ثورة يوليو توحيد الجهود وحجد الطاقات العربية لصالح حركات التحرر العربية حيث أكدت للأمة العربية من الخليك إلى المحيط أن قوة العرب في وحدتهم يجمعهم تاريخ واحد ولغة مشتركة ووجدان واحد وكانت تجربة الوحدة العربية بين مصر وسوريا في فبراير عام 1958 نموذجاً للكيان المنشود كما كان لمصر دور رائد سجله التاريخ في السعي وراء تحقيق التلاحم الثوري الشعبي وتوحيد صفوف القوى الوطنية وحركات التحرر في الدول المحتلة للتحقيق الاستقلال في أعقاب اندلاع الثورة التي ارتبطت في الأذهان بصورة الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر الذي بات رمزاً لدعم حركات التحرر في مواجهة الاحتلال هو يوم تاريخي حفر في تاريخ الوطن بأحرف ذهبية نجح فيه أبنائه المخلصون في تخليصه من واقع مرير كان ينذر بمستقبل مظلم